سادت الأجواء الباردة في عموم مناطق المملكة وبلغت درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 14 درجة مئوية أما صور الأقمار الصناعية بتبين لأنه إلى استمرار كميات كمية استظهور كميات من السحب الماطرة على ارتفاعات مختلفة ننتقل معكم إلى حالة التقس الليلة في عمان الأجواء بشكل عام باردة ويتوقع حطول زخات من الأمطار مع ساعات الليلة المتأخرة تصل درجة الحرارة إلى 7 درجات الليلة وتصل درجة الرطوبة إلى 95% تتأثر المملكة في منخفض جوي من الدرجة الثالثة ننتقل إلى المزيد من التفاصيل كميات الأمطار متوقعة تصل إلى من 10 إلى 70 بالمليمتر سرعة الرياح قد تصل إلى 100 كيلو في الساعة وتغطي معظم مناطق المملكة أما عن مدى تأثير هذا المنخفض وهو من الدرجة الثالثة تصل إلى 48 ساعة بالوصول إلى درجات الحرارة تتوقع أن تكون من 3 درجات حتى 10 درجات أما بخصوص الثلوج هناك احتمالية من زخات الثلوج المخلوطة بالأمطار وتحديداً في قمم الجنوب الطقس خلال الأيام القادمة في المملكة تحديداً غداً نهاراً تكون الأجواء باردة وتصل درجة الحرارة نهاراً إلى 9 درجات وليلاً إلى 6 درجات أما عن يوم السبت والأحد يتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة وتصل درجة الحرارة يوم الأحد 8 درجات نهاراً و 6 درجات ليلاً ننتقل معكم إلى درجات الحرارة في المدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة إربة 9 لليلة غداً 11 جرش الليلة 8 غداً 9 عجلون الليلة 6 وغداً 10 أما المفرغ تكون الليلة 8 وغداً 10 الزرقاء الليلة 7 وغداً 9 الصلط الليلة 8 وغداً 11 مطار الملكة علياء 7 وغداً 10 وما دبا 8 درجات وغداً 11 بالانتقال للكرك الليلة 6 وغداً 10 البحر الميت الليلة 13 وغداً 16 والطفيلة الليلة 8 وغداً 13 إمعان الليلة 5 وغداً 9 بالوصول إلى العقبة الليلة 10 وغداً 17 بالنهاية بيرويشد الليلة 8 وغداً 13 ملخص نشرة الطقس في المملكة المنخفض الجوي منخفض جوي غداً نهاراً نحذر من تشكل الضباب والسيول ومنخفض جوي جديد يتكون يوم الاثنين من المحلي إلى العالمية ننتقل إلى درجات الحرارة لمدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر